يجب أن يجد لنفسه مخرجاً وهو قاعد يقدر في المخرج بشي يخرج منه أنا ما نتصورش وأنه مرتاح وقاعد مرتاح وقتلي يتسبب كل يوم ولا تنس على الأقل واحد على سنيه ولا أخر على كراباته يعني خرجنا نطور النقاش السياسي إلى الاستهزاء والتمسخير هكذا علق القيادي السابق في حركة النهضة عبدالفتاح مورو على أداء راشد الغنوشي على رأس البرلمان تصريحات مورو جاءت في وقت تتكثف فيه المشاورات بين الكتل المعارضة لإمضاء لائحة لسحب الثقة من الغنوشي قرار الغنوشي الترشح لرئاسة مجلس نواب الشعب إثر الانتخابات الماضية فاجأ الكثيرين من داخل حزبه ومن خارجه لكن حسابات حقل الغنوشي خالفت حسابات البيدر فالرجل الذي كان يتطلع إلى منصب مرموق يتوج به حياته السياسية وجد نفسه وسط معارضين شريسين لا يترددون في استعمال كل الوسائل لحشره في الزاوية وتسجيل نقاط سياسية ضده بل إن وجود الغنوشي في هذا المنصب أسهم في كشف ظهره ووضعه في مواجهة مباشرة مع خصومه وهو الذي كان ومزال محل رفض من قبل مكونات أساسية في المشهد التونسي الغنوشي أصبح اليوم مهددا بالعزل من رئاسة البرلمان بعد أن نجى من المحاولة الأولى قبل أشهر وكل ذلك مرهون بتغير جزئي في مشهد التحالفات لكن الغنوشي قد يستبق صحب الثقة منه بالاستقالة وهو ما ألمح إليه عبد الفتاح مورو في تصريحه وفي كل تلحالتين فإن قرار الغنوشي ترأوس البرلمان أثبتت الوقاع أنه أضر بالنهضة أكثر من ضرره برئيسها تصريحات عبد الفتاح مورو جاءت في سياق تململ داخل حركة النهضة بسبب سياسات الغنوش وإدارته للتحالفات والقرارات السياسية الكبرى وقد تم الترجمة ذلك بالرسالة التي أرسلتها قياداتهم في الحركة له قبل أشهر مورد دالانسي تونس الميادين